بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين إلى يوم الدين أهلاً ومرحباً بكم مشاهدي قناة الرحمة الفضائية مع برنامجكم الإسبوعي مستشارك القانوني اليوم أتعرض لما هو محرم في الشرعي ومعاقب عليه في القانون وهي جريمة السرقة فعل محرم في الشرع ومعاقب عليه في القانون معنى السرقة السرقة عرفها القانون أنه اختلاس مال منقول مملوك للغير على نية تملك الكلام اللي أنا قلته ده كل كلمة لا أعزة تشرح اختلاس مال منقول مملوك للغير على نية تملك يعني ما فيش سرقة عقار مثلا ما ينفعش واحد يقول سرق عمارة إنما سرق محتوية العمارة يبقى المنقولات اللي في العمارة ما ينفعش نقول واحد سرق أرض زراعية إنما سرق المحصول المنقول اللي في الأرض الزراعية يبقى سرق يبقى السرقة هي الاختلاس والاختلاس هنا العنوة اللي من غير إرادة المسروع لكن مثلا لو بصينا للنصب جريمة النصب هي استلاء برضو على مال بس تسليم المال في النصب اختياري لكن تسليم المال في السرقة خلصة سرقة اختلاس من غير ما يعرف قانون العقوبات المصري عملنا السرقة جنحة وجناية عندنا نص في السرقة التي تعتبرها جنحة وعدة نصوص عديدة تجعل السرقة جناية ومعاقب عليها لحد الأشغال المؤبدة لكن في الجنح الحد الأقصى للعقوبة ثلاث سنوات الحبس ثلاث سنوات وكلمة الحبس تفرق عن كلمة السجن كلمة السجن تيجي فيه بجناية في عقوبة الجناية لكن كلمة الحبس تيجي فيه عقوبة الجنحة المادة التي جعلت السرقة جنحة هي المادة 318 من قانون العقوبات قالت يحاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين على السرقات التي لم يتوافر فيها شيء من الظروف المشددة تبقى الظروف المشددة هي اللي بتخلي واقعة السرقة جناية فعلشان كده النص بتاع المادة 318 عمل اطار بحد اقصى لمدة سنتين في الحبس اللي ما يتبقاش متوافر فيه ظرف مشدد هنتناول به الكلام عن جريمة السرقة طبقا لنصوص الوردة في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 37 المعدل بالقانون 95 لسنة 2003 لان نصوص السرقة تم تعديلها سنة 2003 بالقانون رقم 95 المادة 311 قالت كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق ده تعرف السارق كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق يبقى اركان جريمة السرقة الاختلاص المنقول مملوك للغير ويجي حاجة اسمها الركن اسمه القصد الجنائي اللي هي نية التملك نية اضافة ملكية هذا الشيء الى حيستك وملكية السارق يعني اختلاص مال منقول مملوك للغير على نية تملكه ده تفسير نص المادة 311 من قانون الوقوبات كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق طيب المادة 312 عملت حدود للبلاغ في جريمة السارقة بين الاصول والفروع والزوج والزوجة يعني ايه عملت حدود يعني لو زوجها سرقت من زوجها مال منقول على نية تملكه النيابة العامة لا يجوز لها تحريك الدعوة الجنائية في تلك الواقعة إلا بناء على شكوى من الزوج طيب طيب لو ابن سرق من أبوه مال منقول برضو نفس النص المادة 312 حجب على النيابة العامة حقيتها في تحريك دعوة جريمة السارقة إلا بناء على شكوى والنص ده كمان قال ان اللي اشتكى والدعوة تحركت يجوز له انه يلغي هذا الحكم او يوقف تنفيذه حتى لو اصبح الحكم نهائي نقرى بقى نص المادة 312 بيقول ايه بتقول لا تجوز محاكمة من ارتكب سرقة ادرارا بزوجه او زوجته او اصوله او فروعه الا بناء على طلب المجني عليه ادي اول شرط لا تجوز محاكمة السرقة بين الازواج او الاصول والفروع الا بناء على طلب المجني عليه ده اضافت بقى كمان وقالت وللمجني عليه ان يتنازل عن دعوة في اي حالة كانت عليها الدعوة كما له ان يوقف تنفيذ الحكم النهائي في اي وقت يشاء الله حق نص يعني عمل الروابط بين الاصول والفروع الاب والاولاد والاولاد وابوه وممهم الزوج والزوجة لم يجعل النيابة العامة حرة طليقة في تحريك مثل هذا النوع من السرقات بين الاصول والفروع او بين الازواج والزوجات الا بناء على شكوى من المجني عليه ولو الحق ان هو يوقف او يتنازل لو الحق ان يتنازل عن حقه هذا وبالتالي يتم تكون المحكمة ملزمة بالحكم من قضاء الدعوة الجنائية بالتصالح في اي ملحرة كانت عليها الدعوة طيب لو صدر حكم اول درجة واستأنفه المتهم وتم تأييد الحكم عليه في الاستيناف وتم وطم الطعن بالنقد وتم الفصل في الطعن بالنقد وترفض للمجن عليه ان يوقف تنفيذ الحكم في اي وقت يشاء يروح يقدم طلب للمحام العام انا بتنازل وبطلب توقف تنفيذ الحكم يأمر المحام العام بوقف تنفيذ الحكم فورا واخلال سبيل المحبوس هواء بس شريطة ان تكون هذه السرقة بين الاصول والفروع او الزوج او الزوجات يعني نص حاسم وقاطع بقيت بقى السرقات التانية جايلك فعن وصوص بقى يلا نتفرج عليها المادة 318 المادة 318 اذا توفرد خمس شروط الشرط الاول ان تكون السرقة ليلا الشرط التاني ان يكون السرقين شخصيا فاكثر الشرط التالت ان يوجد معهم او مع احدهم اسلحة الشرط الرابع ان يكون دخلوا منزل او اي مكان مسكون الشرط الخامس ان تكون بالاكرام خمس شروط تدي للسرق مؤبت نشرح اه اولا لابد ان يكون السرقين هنا جملة اتنين فا اكثر يعني واحد ما تتطبقش عليه الشروط اتنين فا اكثر بالليل في مكان مسكون او معدل السكنة او معدل السكنة اه او يوجد معهم اسلحة او ان يكون دخلوا منزل او مكان معدل السكنة وان تكون بالاكرام خمس شروط لابد من توافرها في جناية السرقة بالاكرام بنسميها كده جناية السرقة باكرام ان تكون السرقة السرقة من شخصين فاكثر ان تكون ليلا ان يكون معهم سلاح او مع احدهم سلاح او معهم كلهم اسلحة ان يكون في مكان مسكون او معدل السكنة ان يكون فيها اكراه المسألة دي بتوافر خمس شروط بتوصل العقوبة مع السبوت الى الاشغال الشاقة المؤبدة المادة تلتمية واربع تاشر اللي بعدها على طول يعني اهنا قلنا تلتمية وارداشر بتعرف السرقة انها اختلاس ما لما نقول ممنوك للغير على النيت تملكه المادة تلتمية وارداشر بتقول ان السرقة بين الازواج والاصول والفروع تكون متعلق الامر فيها على تقديم شكوى المجن عليه وان المجن عليه ممكن يتنازل في اي مرحلة كانت عليها الدعوة وانه ممكن يوقف تنفيذ الحكم النهائي كمان المادة تلتمية وارداشر وصلتنا كده بداية للمؤبد في جرائم السرقة اللي شخصين فاكثر انه تكون ليلا ان يكون معهم اسلحة او مع احدهم سلاح ان يكون في بيت او في مكان مسكون او معدل السكنة وان يكون فيها اقراع الخمس شروط لما يتوفرهم يبقى العقوبة فيها تأبيدة المادة تلتمية واربعتاشر قالت خفيفة شوية يعاقب بالسجن المشدد كل من ارتكب ارتكب سرقة بالاقراع فاذا ترك الاقراع اصابة كانت العقوبة السجن المؤبد دي ما اشترطتش بقى لا بالليل ولا شخص فاكثر ولا في مكان مسكون قالت بس شرطي قالت يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب السرقة بالاقراع فاذا ترك الاقراع اصابة كانت العقوبة السجن المؤبد اللي هي جرايم السرقة باقراع واحد بيثبت واحد في الطريق ويكره على انه ياخد منه الموبايل والمحفظة او او واحد يوقف عربية بعائق على الطريق يوقف اجبار يوم يطلع عليه مهدد وسرق بالاقراع اذا ترك هذا الاقراع اثناء ارتكاب جريمة السرقة اصابة ارتفعت العقوبة من السجن المشدد الى السجن المؤبد برضو كانها بقى توفرت فيها نصوص المادة 312 اللي قالت بقى لازل 313 اللي قالت ليلا او شخص في اكثر او معهم سلاح او يكون في عقار مسكون او يكون في اقراع على طول بتوصل لعندهم يعني ممكن نضيف البند الاخير في المادة 314 بتاع لو ترك الاقراع اصابة كانت العقوبة السجن المؤبد نضيفها مع النص المادة 313 اللي كانت عاملنا خمس شروط هنخليهم ست حالات الحالة ست تبقى ان لو هو شخص الوحد وسرق باكراع وترك اصابة يبقى يخش مع الجماعة الفريق المادة 313 اللي تبقى العقوبة فيها السجن المؤبد المادة 315 يعاقب بالسجن المؤبد او المشدد الخيار هنا للمحكمة كل من ارتكب الجريمة في الطرق العامة او احدى وسائل النقل جميعها بري بحري جوي هنا الخيار للقاضي الذي يفصل في الدعوة اما ان يدي سجن مشدد او يدي عقوبة سجن مؤبد اذا وقعت السرقة في الطرق العامة يعني السرقة في الطريق العام جناية السرقة في وسائل المواصلات البرية والبحرية والجوية جناية ينطبق عليها نص المادة 315 من قانون العقوبات اللي بتقول يعاقب بالسجن المؤبد او المشدد كلما نرتكب الجريمة في الطرق العامة او احدى وسائل النقل لجميعها بري وبحري وجوي السرقة من الجرائم اللي القانون كان مركز في اكثر من مادة عليها لخطور تلك الجريمة على المجتمع يعني الرعب الخوف الرهبة الموقف نفسه ان حد يطلع على حد بالليل شاهر في وشه سلاح ويقول له انه ثبته وياخد منه محتوياته اللي معاه دي مسألة بتترك اثر سيء في النفوس فالقانون شدد على العقوبة بتاعة جريمة السرقة بنصوص المواد اللي قسمت الافعال الى عقوبات يقابلها عقوبات كل فعل يقابل عقوبة نسبه كل فعل يقابل عقوبة نسبه المادة 316 قالت يعاقب بالسجن المشدد اذا ارتكبت الجريمة من شخصين مقترنة بسلاح او على اسلحة الجيش سرقة اسلحة الجيش يعني حتى هو سرقة اسلحة الجيش باعتباره مال منقول مملوك للجيش اي استلاء عليه بيوصله بس عشان خصوصية انه هتبقى سرقة سلاح وانه مملوك للدولة وانه مملوك لجهاز خاص بالدولة بيرفع العقوبة فيه الى السجن المشدد المادة 317 قسمت حالات السرقة المنفردة يعني احنا اما جمعناهم في المادة 313 خمس حالات قلنا ليلا قلنا شخصين فاكثر قلنا معهم اسلحة او مع احدهم اسلحة وان يكون في دخلوا احد المنزل او اي مكان مسكون وان يكون بالاقراه عاملها تأبيدة المادة التباة السرقة السمتهم بقى حالة حالة قالت يعاقب بالحبس مع الشغل كل من وقعت منه سرقة في مكان مسكون بس دي حبس مع الشغل اللي يتصل الى 3 سنين يبقى يبقى هي حالة واحدة دخل بيت او دخل محل او دخل شقة معدل السكنة او مسكونة اختلس ما فيها من منقولات بتتوافر فيه الاركان الجريمة السرقة وبيعاقب بالحبس مع الشغل طيب يعاقب بالحبس مع الشغل اذا سرق في مكان مصور احنا قلنا الحالة الاولانية ان يكون في مكان مسكون ووصفنا قلنا شقة بيت عمارة محل اي مكان مسكون طيب الحالة التانية لو تمت السرقة في مكان حواليه سور بنسميه مكان مقفول برضو نطمن على السور سرق وخرج تاني برضو بتتوافر فيه جريمة السرقة اللي تصل للعقوبة فيها الى التلات سنوات طيب لو واحد سرق مع كسر الاختام تنطبق عليه نص المادة تتمية وسبعة عشر انه يعاقب بالحبس مع الشغل انه سرق بكسر الاختام مقترنة بكسر الاختام طيب لو واحد وسرق بالليل بس واحد لو واحد وسرق بالليل بس ظرف الليل يعني ظرف الليل وحده زي المكان المسكون وحده زي المكان المصور وحده يعاقب بالحبس برضه مع الشغل اذا سرق ليلا طيب لو شخصين فاكثر اثناء يعني ثلاث افراد اربع افراد خمس افراد بس بس بقى ما فيش فعال شروط تانية خالص غير انهم الحرمية متعددين يعاقب برضه بالحبس مع الشغل ودي البند رقم خمسة من المادة المادة رقم ستة البند رقم ستة تم الغاء المادة او الفقرة السبعة ان تكون السرقة وقعت من الخادم اضرارا بمخدومه ودي بقى يعني كثيرا ما يتم اسبتها لانه عادة بيعفو المخدوم عن الخادم السارق لانه هيسرق هياخد مثلا فلسمة سبف الدرج هياخد خاتمة ناسة على التسريحة هياخد حلق على الشفونيرة يعني السريقات هنا بتبقى بين الخادم والمخدوم هي في متناول المستهلكات فتم النص عليها او ذكرها في الفقرة السبعة من المادة 317 من قانون العقوبات عندنا قلنا المادة 318 كانت ايلا يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين اذا كانت السرقة لم يتوافر فيها شيء من الظروف المشددة عفوا طيب جريمة السرقة لو اتكررت يعني مؤتهم تم ضبطه في قضية السرقة وتم التحقيق معه وتم سبوت الادلة ضده وتم التقديم الى المحاكمة وتم الحكم عليه بحكم قضاه نفزه وخرج ثم كرر نفس الجريمة بعد خروجه من تنفيذ العقوبة في اول درجة ويرتكب نفس الجريمة وتم ضبطه وتم التحقيق معها وتم تقديم للمحاكمة الحالة دي بتسمى في القانون حالات العود يعني ايه العود يعني يعود الى ارتكاب نفس الفعل ونفس الوسيلة ونفس السكة ونفس الطريق مرة تانية عادة الى ارتكاب نفس الجريمة حالات العود حالات العود منصوص عليها في المادة 320 حياخد نفس العقوبة بس بتضغاف عليها حاجة اسمها يوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة يحددها القاضي يعني يقول حاكم في حالة العود بتقدمه النيابة بتقول انه سبق ارتكابه الجنح رقم كذا وتم قضاء العقوبة فيها وبتبقى دي حالة من حالات العود لارتكاب الجريمة وبتقدمه بنص المادة 320 اللي بتلزم القاضي انه بعد ما يحكم عليه بالحبس يحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ست شهور لمدة سنة لمدة سنتين لمدة مساوية للعقوبة اللي قضاها حتى يتم ضبط حاله لانه عاد يعني ان لم يصلح ان لم تصلح العقوبة حالة المجرم انه يكون قضى العقوبة وان لم يتم اصلاح حاله فانه على طول وتم عودته الارتكاب نفس الفعل فبتكون تطبيق عليه نص المادة 320 من قانون العقوبات اللي بتلزم المحكمة انه توضعه تحت المراقبة ووضعه ووضعه تحت المراقبة بيخليه بقى يمضي كل يوم بالليل لعد الصبح كل يوم من بالليل لعد الصبح في الاسم كل يوم يبقى حطول تحت المراقبة ومعها دفتر للمراقبة يتم التوقيع عليه ويتم من المأمور ويتم ختمه بختم الاسم واليوم اللي يغيب فيه تبقى كسر العقوبة ويبقى يدخل في حاجة اشد الشروع بقى في ارتكاب جريمة السرقات يعني ايه الشروع الشروع معناه انه يرتكب الفاعل او المجرم الفعل ثم يوقف اثره بسبب لا دخل لارادته فيه يعني ايه يعني واحد راح يسرق هو بحد شافه جرى وراه هو فت هرب تم ضبطه بعد ما هرب دون ارتكاب او اكتمال ارتكاب جريمة السرقة ده اسمه شروع الشروع في السرقة هو عدم ارتكاب الجريمة بس بقى مش بمزاجه مش هو اللي رجع لا بسبب لا دخل لارادته فيه هذا السبب اللي لا دخل لارادته فيه اه هو اللي منعه من ارتكاب الجريمة او اتمامها هو اللي خلها تبقى شروع نص المادة تلتمية واحد وعشرين من قانون العقوبات قالت الشروع في السرقات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة لو تمت الجريمة اوه يعني في الشروع هنرجع نقسم تاني النصوص اللي كنا سبق وتعرضنا لها الان يعني لو العقوبة المؤبد لو لو بقى مثلا بالليل وشخصين في اكثر ومع احدهم او معهم اسلحة وفي مكان مسكون او معدل السكنة ووليد اكراه كل ده تم ثم اوقف اتمام الجريمة الجريمة بسبب لا دخل لارادة المتهمين فيه العقوبة هنا تبقى نص الحد الاقصى لو العقوبة تمت يعني المؤبد 25 سنة يبقى العقوبة هتبقى 12 سنة ونص لو حاجة اسمها السجن المشدد السجن المشدد من 15 سنة هيبقى 7 سنين لان النص حدد انه يبقى نص الحد الاقصى للعقوبة المقررة لو تمت الجريمة يعني هنعتبر ان الجريمة قد تمت يبقى عقوبتها المؤبد يبقى وقفت لسبب لا دخل لإرادة المتهم او المتهمين فيها تبقى العقوبة نصف الحد الاقصى للجريمة اذا تمت وده اسمها حالات الشروع في جرائم السرقة ودي لها نص خاص لان الشروع في التكاب الجريمة يعني 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 بيبقى شيء من اسباب تخفيف العقوب لكن التخفيف هنا كان اه 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 التخفيف هنا كان جاي بنص على المادة 321 اللي نصت على الشروع في جريمة السرقة بالتحديد عندنا مثلا اه الشروع في جريمة النص هتطبق على المادة 336 من قانون العقوبات هنقول الشروع من شرع في جريمة فعليه عقوبتها فهتبقى خضعة للمسألة الاختياري النص المادة 336 من قانون العقوبات الحبس او الغرامة او الاتنين معا فبتبقى المسألة اختيارية للقاضي والقاضي بيبقى يقدر الظروف الخاصة بها جريمة السرقة جاي لها في الشروع بالذات نص خاص السرقة سبق وان اشرنا اليها الى انها اخذ المال عنوة اللي خلانا افتكر ان انا افسر معنا اخذ المال عنوة اختلاص مال منقول مملوك للغير علني التملك اختلاص عنوة النص بقى اخذ المال ب ب ب ب ب ارادة اللي سلم المال يعني واحد بيتنصب عليه بالطريق وهمي انه يسلم المال بتاعه تسليم اختياري هو عندنا عندنا حاجة كده كنا دايما نقول عليها كل طماء يلزق فيه نصاب كل طماء يلزق فيه نصاب اكرر كل طماء يلزق فيه نصاب مقولة مشهورة جدا في كل جرائم النصب مفيهش جرائم النصب مفيهش وراها المنصوب عليك انه طمع ليه هو بيحتال النصاب على المجن عليه ويطمعه وياخد منه فلوسه بالاختيار علشان انا هجيبلك عائد قدي ده مرطي هو يطمع في العائد ويزل وياخد منه المال كله يبقى راح فاخذ المال في النصب اخذ اختياريا اخذ المال في السرقة اخذ عنوة ادى الفرق بين الاختلاس في السرقة والاستيلاء في النصب يبقى السرقة من الجرائم اللي سبق وقلنا عليها انها محرمة شرعا وانها معاقب عليها قانونا وان النصوص الوردة في جرائم السرقة جاية في قانون الوقوبات اعتبارا من نص المادة 311 مرورا بالمادة 312 مرورا بالمادة 313 مرورا بالمادة 314 مرورا بالمادة 315 و16 و17 و18 و20 في العود و21 في الشروع يبقى احنا لخصنا لحضراتكم في حلقة اليوم جريمة السرقة تعريفا وتأثيما والفرق بين الجنحة والجناية وارتكابها من فاعل في اكثر وبكذا نكون خلصنا النهاردة جريمة السرقة اسأل الله لي ولكم ان يبعد عننا السارقين وان لا يجعلنا منهم لا في الدنيا ولا في الاخرة الى هذا الحد انتهى لقاء مع حضراتكم اليوم بارك الله فيكم وحفظكم الرحمن والى لقاء قادم ان شاء الله في الاسبوع المقبل اذا قدر الله لنا اللقاء والبقاء مع خالص تحياتي الى فريق العمل في قناة الرحمة الفضائية على رأسهم الاستاذ المعتز بارك الله فيكم وحفظكم الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته